في بعض الأسئلة مرتبطة بمواضيع عقيدية كده يعني بيقولولي عاوزين رأي الكنيسة المحدد فيها بصوا جماعة للأسف على الميديا في طراشق بيحصل بعض الناس وبالدعاءات انه دول صح ودول غلط ودول نقول لكم ببساطة كده عقيدة الكنيسة الأرثيبوكسية في بعض النقاط اللي عليها يعني جدال شديد أولا وراثة الخطيئة مثلا احنا وراثنا الخطيئة أيوة ده تعليم الأباء بمنظور ان احنا امتداد لأدم كنا في آدم كنا في صلب آدم وده اللي بنعبر عنه في القداس خالفنا وصيتك نسبنا المخالفة لنا كلنا سقطنا فإذا احنا عندنا حاجة اسمها وراثة الخطيئة عشان كده بنتعمد وإحنا أطفال ولو كنا مش مسؤولين عن الفعل نفسه لك احنا مسؤولين عن كل الخطيئة اللي بنعملها كل يوم فإحنا يعني ده ما يلغيش ده وكمان زي ما ورسنا الخطيئة بدون زنب مننا احنا مقدم لنا الفداء والخلاص ورسنا مجانا بدون فضل مننا حد فينا دفع فلوس الصليب طيب ماذا عن هل في عقوبة ولا نتيجة في حوار فلسفي كده يقولك ما فيش حاجة اسمها ربنا يعاقب هي كلها نتائج ده حوار فلسفي العقيدة الأرثوذكسية الكنسية الخمس قرون الأولى اللي كل الكنيسة الرسولية الجامعة مجمعة لها طبعا من صفات الله العدل وأنه ديان وأنه يعاقب وفي مئات الآيات اللي تؤكد كده ومئات المواقف اللي في الكتاب طول عمرنا عارفين أن الطفان عقاب للبشرية سدوم وعمورة عقبة بنارو كبريت حنانيا وسفيرة عقبه فلما نلغي خالص فكرة العقوبة كأننا بنجمل صورة ربنا احنا بنشوه صورة ربنا ربنا لو ما كانس عادل وديان يبقى هنا بيحاب الشر يبقى ظالم يبقى ساكت على الغلط وسالبي مين يقدر يحب إله سايب الشر دايما ينتصر بحجة أنه ما بيعاقبش لا ما يبقاش إله صالح لما تمجد صلاح الله لازم تمجد عضل الله ضمني هل الصليب كان عقاب ولا بس يعني اتحاد بالله برضو الفكرة دي طبعا في عزات كتير انا عملها ردا على الكلام ده الصليب له اوجه مختلفة للتعبير عنه يعني الصليب في حاجة اسمها دفع الدين احنا مديونين كخطاء ربنا يسوع جيدا في عدين المسيح اتعاقب بدلنا الموتة دي بتاعتنا احنا هو شال الموت عنا ففي حاجة اسمها بدلنا عنا من أجلنا بديلا عننا مات واظن الكلام ده مقبول عندكم الكلام ده مرفوض من بعض الناس دلوقتي للأسف كمان الصليب فيه مصلحة لانه كان فيه خصومة بين السماء والارض احنا السبب فيها عمل المصلحة لانه اله وانسان في شخص واحد صالحنا بجسد بشريته صالحنا بدم صليبه يبقى الصليب ما ينفعش تقول بس رجعنا السماء ايوه رجعنا السماء ازاي فيه كفارة فيه فدية فيه دفع دين فيه مصالحة كل دي معاني جوه الصليب ما فيش ولا معنى يلغي التاني فالبدلية العقابية بيسموها كده يعني حديثا هي مش كلمة ابقى ايه لكن دي دي مقبولة يعني الله مات بدلا عنه وحمل العقاب عنه صح مقبولة المعنى ده مقبول طيب معنى تاني عن السبب التجسد التقلح بصوا يا حبائي التقلح كلمة كنستنا مش ميالة لاستخدام لانها ممكن تخلي الناس يعني تطلخبط شوي كأننا تسوينا بربنا وان كانت الكلمة في حد ذاتها مش مرفوضة في علم الاباء لكن احنا بنميل لاستخدام كلمات اقل خطورة في الفهم زي الاتحاد بالله زي التقديس بالله ربنا بيقدسنا ربنا بيلزقنا فيه ربنا بيوحدنا به زي التبني خلانا أولاده لكن بنحب كلمة التقلح بدليل انها مش موجودة في الليتورجيات صلواتنا في الأجبية والتسبحة والقدسات ما تلاحظوش ان الكلمة دي موجودة لكن كلمة الاتحاد بالله موجودة كلمة التقديس موجودة كلمة ان احنا ولاده كتير قوي ما كل ده بيقدل معنى التقلح اللي قصدوا الاباء لكن معنى التقلح المطلق طبعا ده غلط تماما مطلق يعني نبقى زي ربنا حد فينا هيقدر يفكر كده لا دي كده فلسفة بزيادة كون الروح القدس سكن فينا صرنا أولاد الله نورس السماء مع ربنا نتمجد معاه ده لا يعني ان احنا بقينا اقنوم رابع فهمين الفكرة فيش حاجة اسمها كده طبعا لان ما فيش انسان أزالي ما فيش في صفات الانسانية الأزالية اللامحدودية مهما كان الانسان هيفضل محدود برضه برضه في حكاية جسد المسيح مخلوق ولا غير مخلوق انا بدي بس مسج السريعة لكن كل كلمة من دول وراها طحر لو عاوزين طبعا جسد المسيح مخلوق لان ما فيش حاجة اسمها جسد غير مخلوق وده تعبير قاله أساناسيوس جسد المسيح مخلوق وقاله كيرولوس دول اكتر اتنين مرجع للهوت العالمي دول اباءنا صعيدة أساناسيوس وكيرولوس وحتى كل العالم الغربي الكاتوليك عارفين انه أساناسيوس وكيرولوس دول أساد ذات اللهوت دول اللي لا خلاف عليهم عند الكل يقابلهم بقى تانين في بالغرب مثلا غريغوريوس اللاهوتي مثلا الأنباهي الأهريوس قفواتي وأغسطين والزهبي الفام بس يجوا مرتبة اللي اتنين أساناسيوس وكيرولوس استخدموا تعبير انه الجسد المسيح مخلوق ما هو التجسد أساساً معنى ايه؟ الله ظهر في الجسد فالجسد اللي خده من بطن العدرة طب ما هي العدرة مخلوقة ولو قلنا جسد غير مخلوق ده ما فيش حاجة اسمها كده كذا دي بقى بوزنا فكرة التجسد طبيعة الإنسانية طبيعة مخلوقة فالمسيح له طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية في شخص واحد فيظل المسيح أزلي بحكم اللهوته وزمني بحكم ناسوته فهمتوا الفكرة؟ لأنه يجمع داخله طبيعتين بكل الصفات فالمسيح أزلي طبعاً بحكم أنه إله حق من إله حق مولود قبل كل الظهور مولود من الآب لكن مولود من العدرة إمتى؟ من ألفين سنة؟ مش في معاد في ميلاده دي كلها صفات الكلمة قبل التجسد ترتيب قانون الإيمان إحنا بنوصف إقنوم الكلمة اللي هو المسيح قبل تجسده مولود غير مخلوق واحد أو مساوي للآب في الجوهر من أجلنا من أجل خلاصنا نزل وتجسد ده حدث بقى في الزمن شعيمتي الفرق؟ يبقى ما يقال عن المسيح قبل التجسد يخص لهوته فقط وبالتالي مولود غير مخلوق واضحة؟ هل حلول الروح القدس علينا زي حلول الروح القدس على العدرة؟ لا أطبعا حلول الروح القدس في بطن العدرة بنسميه حلول أقنومي خاص جدا لأن هنا في بداية التجسد امتحاد الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية أما حلول الروح القدس فينا ده مش هيطلع مننا المسيح مرة تاني دي مبالغات وكلام فلسفة الروح القدس يحل فينا يقدسنا، يطهرنا، يحررنا، ينقينا، يجعلنا أولاد الله فالحلول الخاص في بطن العدرة طبعا لا مثيل له ولا بديل له ده مرة واحدة في التاريخ برضو من الكلام اللي بيتقال يعني للأسف من ناس تدعي أنها أرثوذكسية أنه لا تؤخذ نصوص الكتاب كلها على أنها حقيقة ولكن تؤخذ بعضها على أنه أساطير دي بضعة خطيرة جدا لأنه ده يوقع الإنجيل كله ويوقع المسيحية كلها لو اعتبرنا آدم أسطورة هنعتبر المسيح أسطورة آدم شخص حقيقي لكن إحنا بناخد المعاني صحيح من قصة السقوط لكن آدم شخص حقيقي إحنا اسمنا بني أدمين نوح شخص حقيقي وإلا المسيحي بقى كذاب لأنه قال كما كانوا في أيام نوح هم مجاملة للملحدين قالوا نوح والطفان دي حكاية بيحكوها للعيال بلاش بقى الشغل التخاريف ده خلينا نقول أساطير لا مش أساطير طبعا نوح شخص حقيقي والله ربنا قادر يعمل طفان وقادر يعمل فولك موسى شخص حقيقي يونان شخص حقيقي والقصة حقيقية بدليل أن استخدام القصص دي في العهد الجديد كهيستوريكال إيفانس مسيح لما ذكرها أو بولس ذكر الشخصيات دي محدش ذكرهم على أنهم مجرد سيمبلز يعني لا كانوا الكلام واضح جدا أنه بيكلم عن ريل بيرسونز عاشوا على الأرض بدليل وجود زمن ومكان فالقصص كلها لها الزمن ولها المكان برضو من القضايا الساعات بيتكلموا فيها دلوقتي هل جهنم فيها حاجة فيزيكال ولا هي مجازية طبعا كل أباء الكنيسة قالوا في فيزيكال يعني في عذاب طبعا في عذاب والمسيح اللي استخدم كلمة عذاب أبدي ولما كرر المسيح كلمة نار لا تطفق ودود لا يموت شرحوها الأباء أن ده عذاب حقيقي استمرار استمرار العذاب زي استمرار النعيم الأبدي لكن ما نعرفش أن أتخيل النار دي ليه لأنه لو جسد جوه نار دقايق ويخلص طب زي ما بيخلص طب أنت تعرف تتخيل الجسد في النعيم شكله إيه برضو أنت مش عارف لكن محدش من الأباء أنكر وجود العذاب الحقيقي لأنهما في بعض المبتدعين دلوقتي بينكروا يقولك ده موضوع نفسي كفايا أن الناس تبقى محرومة من ربان كأنك بتقول للناس غلطوا ده الموضوع طلع خفيف في الآخر كأنك بتقول للناس كده فطبعا دي بدعة برضو ده تعليم غريب بصوا جماعة أخطر ما في هذا الزمان اللي احنا فيه مزج الفلسفة بالعقيدة أن فيه واحد الكلام مش داخل دماغه قوي يبتده إيه يحط حاجة من عنده كده ويطبخ طبخة عشان الكلام يدخل دماغه أو دماغ نستاني حبيبي ده مش حقك الحقيقة مسلمة من المسيح للكنيسة حتش يقدر يلعب فيه عقبك مش عقبك ده موقفك أنت لكن مش من حقك تلعب في الوديعة الوديعة دي مش بتاعتك وبعدين لو تأنت وقريت وفهمتها تلاقي كلام منطقي جدا ومقنع جدا لكن فيه عقول بتبقى عندها كبرياء شوية فمس بتقبل العقيدة كما هي لكن العقيدة مستقرة ووضحة ومعلنة وعلى الأقل الخمس قرون الأولى المسيحية كانت بلا طوايف ولم تقبل أي بدعة فطبعا إحنا عندنا مرجع دقيق قوي لكل الإيمانيات اللي إحنا مسكين فيها